سؤال اللي بعض بيقول إيه؟ قام أحد المحاضرين بعمل ندوة عن مشكلة التدخين وسرعة انتشاره وأكد أنه يجب البحث عن مدى حجم المشكلة أنا عايز أعرف حجم المشكلة إيه؟ بروفو عليك وكمان عايز أعرف بعد حجم المشكلة عايز أعرف تطورها يعني مشكلة حجمها يعني قد إيه كم كم واحد بيدخم في مصر هل هزيه المشكلة كبيرة يعني منتشرة ولا أولا؟ وهل تطورت ولا؟ دي تعبر عن أحد أهداف علم الاجتماع هو إيه؟ بروفو عليك أنا هنا التعرف على خصائص الظاهر أنا عايز أعرف حجمها مدى أنت الشرق لو إيه؟ فهم الظاهر فهم الظاهر بروفو عليك سؤال اللي بعد يعتقد جورج أندبرج أن مناهج البحث في علم الاجتماع ينبغي أن تتبع مصار مناهج علم الطبيعة من حيث اهتمامها بالتجريب والقياس الدقيقة يجسد ذلك إحدى وظائف علم الاجتماع وهي الوظيفة تحب تاخد مفاجأة تاني وظائف علم الاجتماع من الأسئلة المهمة جدا في امتحانات الترم لأن علم تنعمل وش غير وظيفتين وظيفة علمية ووظيفة مجتمعية الوظيفة العلمية لها علاقة بتطوير العلم أنا بطور العلم بس مش بطبق يعني أنا مثلا تفرميز دعاء قارت نظرية معينها لأوجست كونت مش عاجبين قررت أغيرها أو أعدل فيها أو أنقضها أو أضف لها أو أحزف منها ما فيش مشكلة فدي اسمها وظيفة علمية أنا بطور العلم ولكن ميز دعاء ما نزلتش الشارع حلت مشكلة اجتماعية لما الميز تنزل الشارع أو لما علم الاجتماع ينزل الشارع يحل مشكلة مجتمعية مثل البطالة والجريمة يبقى أنا ديموس دي اسمها إيبقى؟ دي الوظيفة المجتمعية يبقى أنا عندي علم اجتماعي شغلش ولنتين وظيفة علمية تطوير العلم نفسه ووظيفة مجتمعية النزول لأرض الواقع وحل مشكلات المجتمعية